فعاليات الحوار الوطني مازلت مستمرة وإحنا كمان مازلنا مستمرين في تغطية فعاليات الحوار الوطني اللي أعتقد أن أكتر حاجة بتميزه وأنه بيشارك فيه خبراء وباحثين وأثازة جماعات في كل المجالات عشان يكون النقاش فعلا موضوعي ومبني على حقائق تعالوا نتابع مع بعض اللقاء مع دكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري نتلم على المحور السياسي تحديدا من أنه لابد من زيادة عدد أعضاء مجلس النووي ويمكن بعض الناس بتتساءل طب أنا زود العدد ليه لا هو إحنا دك الأمر مش بمزاجنا الدستور المصري بيتحدث على أنه لابد أن يتناسب عدد أعضاء مجلس النواب مع الزيادة السكانية ويتناسب مع السكان وبالتالي إحنا بنحتاج أن كلما زاد عدد السكان كلما زادت عدد أعضاء مجلس النواب أهم حاجة وفقا لأحكام الدستور المصري ما يقلش العدد عن 450 لكن ممكن يزيد الإجابة نعم بيزيد كلما زاد عدد السكان أيضا بنتكلم على التفرغ للعضوية أنا واحد من الناس معترض أشد الاعتراض ويمكن أسدزة كتير يتكلمه عن أن عضو مجلس النواب مهامه الرئيسية وفقا لأحكام الدستور اللي هو حالف عليه إحنا بنتكلم المادة 103 بيقولك لابد أن العضو يتفرغ لدرجة أنه ممكن يتحجز له وظيفته أو عمله لحين انتهاءه من الفترة العضوية اللي هي الخمس سنوات إذن أنت ما اضطر أنك أنت تتفرغ إنما إحنا اللي إحنا شايفينه للأسف لا شفنا في الفصل التشريعي اللي فات الدكتور علي بيتحدث على أن غياب عدد أعضاء كتير جدا من أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي اللي فات الدكتور علي عبد العالم وأيضا الدكتور الجبالي بيتحدث برضو أيضا عن الغياب في بعض الجانسات الأمر ده طبعا أمر مش محبب إذن إذا أقسمت وفقا لأحكام المادة 104 من الدستور تحترم الدستور القانون الدستور نفسه بيقولك لابد أنك أنت تتفرغ فالمادة دي اللي إحنا بنقاشها النهاردة المادة هامة جدا لابد من التفرغ إذا كنت ساعتك متفرغ لمصالح الشعب اللي أنت أقسمت على احترام الدستور والقانون واحترام مصالحهم في المادة اللي بعدها على طول اللي هي المادة 104 إذن على ساعتك تقدم استقالتك لإني لابد أن ينتهي لدى الكثيرين من الأعضاء فكرة أن يكون عضوية مجلس النواب هي للوجهة الاجتماعية أيضا لما نتحدث عن حرية وتدول المعلومات دي يمكن أنتوا كإعلاميين تحسوا بها أكتر مننا لأن فيه كتير جدا من تدول المعلومات بتهم الإعلاميين بتهم رجال القانون زي حالتنا كده فيه معلومات كثيرة جدا بيبقى فيه صعوبة وشفافية في معرفتها وتدولها ما بين الناس وبعضها البعض وبالتالي أنا من وجهة نظري أنا الشخصية لا جلستين بتوع النهاردة في منتهى الأهمية وهتساهم بدور كبير جدا 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 في تطوير جلسات الحوار